أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائية المشاهدين كابتن محمود الخطيب يستقبل عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف الشقيق استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي صباح اليوم الكابتن عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائر الشقيق وذلك بمقر النادي بالجزيرة الكابتن محمود كان حريص على الترحيب برئيس نادي وفاق سطيف وذلك في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط بين النادي الأهلي والمؤسسات الرياضية داخل مصر وخارجها وعقد الكابتن محمود جلسة ودية مع رئيس نادي وفاق سطيف تبادل خلالها وجهات النظر وبحث سبل التعاون المشتركة وتعميق العلاقات الرياضية بين الناديين في الفترة المقبلة وعقب الجلسة استحب الكابتن خطيب رئيس نادي وفاق سطيف في جولة تفقدية تضمنت دولاب البطولات التاريخية وحمام السباحة والنصب التسكاري للشهداء وصالة الأمير عبدالله الفيصل وملعب التتش بالجزيرة وقطاع كرة القدم وكان الكابتن محمود الخطيب حريص على إهداء رئيس نادي وفاق سطيف درع وعلم وقميس النادي في ختام الزيارة تعبيرا عن تقدير أو عن التقدير المتبادل بينهما والذي يعكس الألاقات الطيبة التي تجمع الأهلي بكافة الأندية العربية والجزائرية منها على وجه الخصوص أيضا الكابتن محمود الخطيب يهدي رئيس وفاق سطيف قميس الشناوي خلال هذه الزيارة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أهدى كابتن عبد الحكيم مسرار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائر الشقيق قميس محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وذلك على هامش الزيارة التي قام بها رئيس نادي وفاق سطيف لمقر الأهلي بالجزيرة صباح اليوم وحرص الكابتن الخطيب على إهداء رئيس وفاق سطيف قميس الشناوي تلبية لرغبة نجله بعدما أخبره صرار بمدى إعجابه بحارس الأهلي كابتن محمد الشناوي طيب يعني الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين النادي الأهلي بيواصل الحقيقة سلسلة علاقات النادي الأهلي الرائعة والجيدة مع كل الأندية مع كل الأندية نادي الوداد وفاق سطيف كل الأندية الحقيقة هناك رجاء كل الأندية التوانسة المغربة الجزائرية الأندية في جنوب أفريقيا عندنا الحقيقة علاقات طيبة وعلاقات كبيرة جدا جدا ومحترمة وستظل دائما هذه العلاقات المحترمة بغض النظر عن أي أمور أخرى قد تعكر صفو هذه العلاقات